ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتنا ووقاتكم بكل خير ورحموا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسرة الآمنة الذي يأتيكم على شاشة قناة الهلال الفضائية في كل يوم أربعاء في ذات التوقيت إن شاء الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يسعدنا جميعا إن شاء الله وأن يرزغنا الإخلاص في القول والعمل أسعد باستقبال أسئلتكم كالعادة على الرغم الذي يظهر اتباعنا على الشاشة وعلى الصفحة على الفيسبوك الأسرة الآمنة على قناة الهلال الفضائية وهنا نحن نواصل في منقطع من حديث وفي الحلقة الفائتة توقفنا في المشكلة رغم 18 قلنا من المشكلات الاجتماعية للزوجين وقفنا في المشكلة رغم 18 ونواصل اليوم مباشرة وندخل في المشكلة الرغم 19 من المشكلات الاجتماعية للزوجين من المشكلات الاجتماعية للزوجين سبوا الأهل وعدم احترامهم هذه مشكلة يعاني بازواج من جرأة زوجته وسبها لأهله خاصة وكثرة الشكوى منهم خاصة من الوالدين والأخوات وللأسف هو يسمح بذلك يعني الزوج عندما هذا بعض الأزواج طبعا يعني بعض الزوجات تشتكي من الوالدين ومن الأخوات خاصة إذا كانت بتسكم معاهم فبتقوم بتكثر من الشكوى بتكثر من الشكوى كل مرة أمك وأبوك وأخوانك وأخواتك وللأسف الزوج يسمح لها بذلك وطبعا هذا بلا شك أيها المشاهدون الكرام هذا بلا شك يعد من عقوق الزوج لوالدين يعني إذا أنت تسمع زوجتك تسب أمك أو أبوك أو أخواتك ودائما بتشتكي منهم وتتضجر منهم وأنت تسمح بذلك مش مع الكلام تشيل ليك حاجة تضرب بها أو كده لا أبدا وإنما لا بد من النصح ولا بد من أن توجه أن تنصحها وأن توجه لها النصيحة بأنه يا أخي دي أمي وداء أبوي أنا مبرض فيهم وديل أخواتي ولذلك ينبغي للزوجة أن تعين زوجها على بر والدي وأن تحسن إليهم خاصة إذا كبرى في السن ولها الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى يخونا يعني المرأة عندما تتزوج الرجل وله أم خاصة إذا كان كبيرة في العمر أو كده ينبغي أن تحسن إليها فإن هذه مثل أمها يعني هي أم زوجها وهي زي أمها فلا بد أن تحسن إليها وعلى الزوجة أن تتذكر هذا الحديث حديث خطير روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعض العلماء ضعفه لكننا نستشهد به إن شاء الله وتعالى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فعلت أمتي خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء المرأة ينبغي أن تنتبه لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال إذا فعلت أمتي يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام فعلت خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء خمستاشر حاجة إذا أمة النبي عليه الصلاة والسلام فعلتها سيحل بها البلاء والله المستعان وذكر منها من هذه الخمستاشر حاجة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وضيقه وجفى أباه هذه من الحاجات الخمستاشر يعني إذا أمة النبي عليه الصلاة والسلام فعلتها سيحل بها البلاء أول شيء أطاع زوجته وعق أمه يعني يطيع زوجته ويسمع كلامها على حساب من على إسهاب أمه التي ولدته وتعبت معه وسهرت من أجله أمر الله جل وعلا ببرها وبعد تلقاه يطيع يعني زوجته ويقدم كلام زوجته على أمه وللأسف بعضهم يعني يتضجر من وجود أمه معه في البيت وعليها أن تذكر هذا هذا الحديث يعني الرجل يطيع زوجته على حساب أمه ويبر صديقه ويكفى أباه كمان يكون كويس مع أصدقاه وأصحابه وتلقى صار يوشه لأبو ويكشر لأبو لا حول لا قوة إلا بالله لا شك هذا من العقوق والله المستعان وأي امرأة تعين زوجها على أن يعق أمه وأباه والله لا خير فيها وذين بعدين أصلا أولادهم زادهم حينفعوه أولادهم زادهم حينفعوه يبقى من المشكلات الاجتماعية للزوجين سب الأهل وعدم احترامه وطبعا في المقابل أيضا تعاني بعض الزوجات من عدم احترام زوجها لأهلها في بعض الزوجات بتعاني كده تلقى الزوج يقول لي ويتعين ديك أهل ويسع عليك الله ما تحمد يا الله أنا أتزوجتك ويأهلك عليك الأهلك ذاته مع الناس وهكذا يعني تلقى بعض الأزواج تلقى ما يضع قيمة أصلا لأم زوجته ولأبوها ولأخوانه ممكن يقول لك والله أنا ساكت تواضع مني ساكت عامل معهم يا سلام ما دي الزمان لجيت لهم مسكين وما في زوجه زيك وكده الآن أصبحت تحترموا وما بيتقدرهم لأنهم ما بيشبههم والله هذه مشكلة وبالتالي الحل لهذه المشكلة لا بد من الاحترام المتبادل الزوج يحترم أهل زوجته والزوجة تحترم أهل زوجها يا إخوان هذه الحياة خاصة الحياة الزوجية قائمة على الأخذ والعطاء يعني ما ينفع أن الرجل يحترم أهل زوجته ويحسن إليهم لكن المرأة ولا شغال بأم ولا شغال بأب ولا شغال بأهل ولا شغال بأخوات وهكذا لا أبدا هذا ما يصلح والحياة الزوجية كده ما ستستمر بهذه بهذه الصورة يبقى الحل أنه لا بد من الاحترام المتبادل المرأة تحترم أهل زوجها وتقدرهم وتحسن إليهم والزوج يحترم أهل زوجته ويقدرهم ويحسنوا إليهم نمر عشرين من المشكلات الاتماعية للزوجين الصراع على القيادة طبعا هذا يكون في بداية الحياة الزوجية الصراع على القيادة من هو القائد من هو الذي عنده القرار والسلطة نحن عندنا يعني موروث سوداني أو الشيدات الزوج أبو يوصيك يقول لك ولدي أي ويتماشي على الزواج أي ونعم لا يقول لك أحسن للمردي والنبي علي صاصن أمرنا بيهم لا لا يقول لك أول شيء تديها العين الحمرة عشان تعرف كيف تزاتك اتجاهك واحد وكلمتك واحدة ده لو ما قالوا ليه أول ما جيت أطبح لها الكديسة في خشم الباب طبعا في ناس بيقولوا كده برضو فمن المشكلات الاجتماعية للزوجين الصراع على القيادة وزي ما قلت لكم ده بيكون في بداية الحياة الزوجية من هو القائد في البيت ومن هو الذي عنده السلطة والقرار فالزوج يريد أن يكون الطرف القوي والمسيطر في العلاقة الزوجية فتجده يفرض نفسه من أول يوم أول يوم دخلوا فيه وشقت لقاء يقول اسمعي قبل ما أي حد أنا والله يشوف كلامي واحد ما عندي اثنين يا زول انت بتدعمل مع منه بقول أنا كلامي واحد بس عجب عجبك ما عجبك نفرتك الحكاية دي في ناس يقول لك كده ده أدو ثقافة من هناك إما أبوه أو أهله أو كده يقول له شفت الملدي من اليوم الأول أدي العين الحمراء وبعد ذلك تاني أمشي معاك ويس فتجده من أول يوم يفرض نفسه من أول مرة وبعض الزوجات أيضا تريد للأسف أن تعلن سيطرتها على زوجها من الأسبوع الأول فتريد أن تكون هي صاحبة القرار بعض الزوجات كده برضو انت قالت زي ما انت أهل بوصوك هي برضو بقول لا اسمعي الراجل ده برضو ما من الأول خلاص مسكينة والله بعد شيء جرك من أضاني لابد خليك كده برضو خليك يعني عندك كلمة وعندك القرار وفي النهاية الحياة دي واشترك بيناتكم أيوة نعم هي كلمة حق للأسف وريدها باطل لكن كما قلت الحياة الزوجية محتاجة للتفاهم طيب ما هو الحل الحل وين الرجل يريد أن يكون عنده القرار ويفرض نفسه والزوجة تريد أن تسيطر أيضا ويكون هي صاحبة القرار وهي صاحبة الكلمة ما الحل الحل هذه المشكلة أولا يجب على كل من الزوجين أن يتعلم في بداية حياتهما الزوجية الحقوق والواجبات أول شيء إن تجري داخل الحياة الزوجية لابد تعرف ما هي الحقوق التي تجاه زوجك ما هي حقوق زوجك عليه ماذا يحب زوجك وماذا يكره الزوج أيضا لابد أن يعرف الحقوق والواجبات حقوقي وواجبات تجاه زوجتي ماذا تحب زوجتها وماذا تكره يخوانا هذه هي سنة دي من السنة من السنة أنه إحنا الحياة الزوجية دي لابد يخوانا الناس تتجهز إليها مش من الأكل والشراب لا 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 أبدا تأسره داخل لك يعني دار تدخل السوق بتعمل قراءات عامة وبتجهز نفسك وكده لابد أن يقول لك حياة فيها شنو أنا عندي القروش وعندي البيت وخلاص ولذلك من السنة أنك داخل طبعا الكلام دي للناس اللي لسا ما اتزوجوا واللي اتزوجوا لا بس أنه يعملوا كده تحديث شمية زي ما بيقولوا فعلى الزوجين الحل لهذه المشكلة أنه أي واحد يعرف الواجبات والحقوق تجاهها الآخر وأن يعرف ماذا تحب زوجتها وماذا تكره دي مسألة مهمة جدا في بداية الأمر وهذه سنة فعلها سلفنا الصالح من قديم الزمان والله يا أخوان هنا قصة عجيبة ذكرها أهل التاريخ رحمهم الله تعالى وهي قصة واقعية حصلت بالفعل لأنه مرات في كثير من الأخوان لما يلاقوني وقلوا له الله يا شيخنا في المرات بتقول لك كلام ما أظيف في السودان ده يحصل أقول له لنبي يخليه ما بيحصل شنو يعني هو شيء النبي عليه الصلاة والسلام فعله ألبي يخليه أنه قلت ما تعمل شنو يقول له الله في كلام إحنا كسودانين ما في حاجة يسمعه كسودانين الدين ده دين في السعودية في مصر في السودان في السراء المهم كله هو الدين وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مدقوا سوتنا ودقوا قدوتنا قصة ذكر أهل التاريخ ويحكيها الإمام الشعبي رحمه الله تعالى هذه القصة لواحد من الأئمة اسمه القاضي شريح القاضي شريح ده صديق للإمام الشعبي يقول رحمه الله تعالى يعني شريح يحكي للإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال الشعبي لقيني القاضي شريح فقال لي يا شعبي إذا رغبت في الزواج فعليك بنساء بني تمين إذا خلاص إيت بيدك تزوج عندك الرغبة في الزواج أي ما تمشي لأي نسوان عليك بنسائي بني تمين فإني رأيت لهن عقولا راجحا وأدبا جمما ودينا وخلقا وجمالا نادرا قال له والله بني تمين دل أنا ما شفت لي عقول راجحة زي نسوانه طيب وأدبا جمما عندهن أدب وحياة عجيب ودينا وخلقا وجمالا نادرا ما شفت لي جمال زي نسوانه وما أجمل هذه الصفات عندما تجتمع مع الجمال لأنه في الغالب اللي قيت وحدة يعني ما عندها جمال شديد ما بتلقى عندها دين لكن ما حتلق عندها جمال واللي قيت عندها جمال ما حتلق عندها أدب والله المستعان لكن كون الجمال يجتمع مع هذه الأمور ده كلام طيب قال عليك بنساء بني تمين فإني رأيت لهم عقولا راجحة وأدبا جمما ودينا وخلقا وجمالا نادرا قال الشعبي وما رأيت من عقولهم قال له الصفة لي ما رأيت من عقولهم فحكى له القاضي شريح رحمه الله تعالى أنه ذات يوم رجع من جنازتي في صلاة الظهر ومر ببني تمين فرأى امرأة جميلة فيها من الحياء ما فيها فيها من الأدب ما فيها قال فسأل عنها هل هي متزوجة أم لا فقيل له لم تتزوج بعد ولم تكن مخطوبة قال له لا تزوجت ولا فزو الخاطبة قال القاضي شريح فتقدمت إليها فخطبتها فتزوجتها هو بيحكي صعب ده قال له تقدمت ليها وخطبتها وبعد ذاك عقدت عليها قال فلما أردت أن أدخل عليها وخرج الجواري من عندي يعني الجواري البنات جابنا العروس متزينة كما تزين المرأة لزوجها قال فلما خرج الجواري من عندي دنوت منها ومددت يدي إلى ناصيتها لأكشف قام قرب ليها ودار يكشف الخمار أو الغضاء عن وجهها قالت له على رسلك يا أبا أمية قالت له أصبر على رسلك يا أبا أمية يعني أنتظر شوية فقالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأصلي وأسلم على محمد وآله أما بعد فإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقي فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه فإنه قد كانت لك زوجة سابقة في قومك والآن قد ملكت زمان قالت له الإنسان امرأة غريبة عندك لا علم لي بأخلاقي بين لي أذكر لي ماذا تحب فآتيه وماذا تكره فأجتنبه فإنه قد كانت لك زوجة من قومك والآن قد ملكت الآن أنت زوجتني أنا فاصنع ما أمرك الله سبحانه وتعالى به إما إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قالت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين باقي لكم الكلام لسا ما انتهى والله إيش عجيب والله يدير النساء ولا بلاش أدت خطبه وعمره ما ينسى يا سلام أخوان والله إيش عجيب بعد ذلك ختمت وزاته بيحكي لصاحبه قال له والله يا شعبي لقد أحوجتني إلى الخطبة في هذا الموضع هو زاته قال له والله خلتني أنا ذاتي حاخطب عليه برضو أنا ذاتي حقوم وأحمد قام قام قال المقدم حقته زاته قال له والله يا شعبي لقد أحوجتني إلى الخطبة في هذا الموضع قال فقمت قلت الحمد لله أحمده وأستعينه نفس خطبة الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأصلي وأسلم على محمد وآله أما بعد هزاته قال أما بعد فإنك قلت كلاما إن ثبتت عليه يكن ذلك حظا لي قال له والله إنتي قلت كلام لو كلامي ده ثبتت عليه والله أنا حاكون زر محظوظ زي ما فيه يا سلام فإنك إن قلت كلاما إن ثبتت عليه يكن ذلك حظا لي وإن تدعيه يكون حجة عليك لو كلامك ده ثبتت عليه والله أنا حاكون محظوظ زي ما فيه لو كلامك ده تدعي ليس أكيد ده توريني أني أنت عالم وعارف بالدين وكذا أهى يكون حجة عليه وأنا كلامك ده حفظته هذا النادي زمان كان يحفظه وأنا كلامك ده حفظته حيكون حجة عليه إني أحب كذا وكذا وكذا بدأ بعد ذلك وذلك أصدق قال له وإنك قلت كلام ده أنا أحب واحد واثنين حاجاته كل ذلك فإني أحب كذا وكذا وكذا وأكره كذا وكذا ثم قال له خلاص لك فرصة الكلام ده لسه لا دخل ما خلت شاف والشاء والله ده كلام عجيب قال له أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا بعد ذلك قال لها وما رأيتي من حسنة فبثيها لو شفت عندي حاجة كويسة أنشريها للناس وما رأيتي من سيئة فاستريها قال لها بعد ذلك أحب كذا وكذا وكذا لو شفت مني حسنة بثيها يعني كلم بها الناس والإنسان ما معصوم ولو شفت مني سيئة كمان شنو أستريها ده منهج للأزواج خليمشوا عليه ما رأيتي من حسنة فبثيها بين الناس وما رأيتي من سيئة فأستريها فقالت كلام انتهى خلاص لكن ما ختم ما ختم خطبته يعني فقالت له كيف محبتك لزيارة الأهل أها إنت من الناس اللي بتحب الضيوف يجوكم طوالي وكذا وانلقا في البيتك عليك قال ليها ما أحب أن يملني أصهاري قال لا والله أنا كما أقول لك حاجة آي أنا ناس الضيوف ذات السؤال الثاني قالت له فمن تحب من جيرانك أن يدخلوا عليك فآذنوا لهم ومن تكره منهم فأكره والله الملدي فهم يا سلام اللهم ارزغ نساءنا هذا الفهم يا رب العالمين قولوا آمين شوف السؤال الفاد كيف بتحب شنو كده وكده بتكره شنو كده وكده رأيك شنو في زيارة الأهل كده وكده جيرانك بتحب منه حشانا آذ له بتكره منه أنا حشان ما أخليوه خش قال لها بنو فلان ناس فلان بنو فلان قوم صالحون دين معنوس شنو صالحون معنوس شنو خلوا ما يدخلوا طوال يجون مرتهم تجين وأولاده بيجون ناس فلان أيوة أما قوم فلان بنو فلان فقوم سوئ verstehen بس شو أدّى الكلام به قد لها فلان قوم صالحون صالحون معنوس خلوا ما يجون وبنوا فلان قوموا سوئين معنا الكلام ده دين ما تشتغل بهم وده منهج المفترض أول الزوم يتزوج يا فلان جيران كيف عشان ما تتحرج معهم يجي داخل ليه فلان جاتي لازو أنا أعلم بالغيب أنت ما كلمتني فلان دي كعبة طيب كلمني من الأول جيران كيف يا فلان والله فلان وفلان ده ناس كويسين خلهم يجوا وناس أمينين وكده أمرت فلان آي حاول يتعامل معهم في حدود ده منهج يا سلام دي نقطة مهمة جدا بالمناسبة ناس فلان قوم صالحون يدخلوا عليك وناس فلان بنوا فلان قوموا سوئين يبقى ديل ما يدخلوا عليك قال شريح وهو يحد صاحبا قال يا شعبي فبدت معها يا شعبي بأنعم ليلة وأسعدها قال لون ليلة دي كانت أنعم ليلة وأسعدها قال شريح واللي سبيح كده صاحبه قال فلبثت أو فلبثت معي عشرين سنة ما عبت عليها شيئا في تلك السنين لا إله إلا الله عشرين سنة قال ما حصل يوم زيئي منها يوم واحد قال إلا يوما واحدا وكنت لها ظالم يا سلام عشرين سنة وانا الأخلاق دي النزل ما أنبياء ديل ما صحابه ديل تابع 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 تابعين قال لبثت معي عشرين سنة ما عبت عليها شيئا قبل قال إلا يوما واحد الظاهر دالي يجيب ليه حاجة ساكن قال إلا يوما واحدا وكنت لها ظالم ليس قصة ما انتهت قال يا شعبي وكان لي جار كنت أسمعه يضرب زوجته كل يوم ويسيء بلسانه إليها قال عنده جار اسمه ميسر ابن عدي جابوا اسمه قال له قال له عندي جار اسمه ميسر ابن عدي يا شعبي كنت أسمعه كل يوم يسيء إلى زوجته ويضربها ضربا شديدا فعند ذلك قلت رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا أضربها في غير عذر أضربها في غير ذنب أتت به فما عذري إذا كنت مذنبا فزينب شمس والنساء كواكب إذا بدت إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكبا وكل محب يمنع الودة إلفه ويعذر يوما إذا هو أذنبا يا سلام والله إخوانا كلام عجيب هذه كلها قصة شريح القاضي رحمه الله تعالى دوض علينا منهج وضع علينا منهج خلاص بدلت تصاروا على القيادة منقول أنا أفرض لاي لا 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 أي واحد يعرف حقوقه وواجباته يعرف ماذا تحب زوجته وماذا تكره أنت أعرف ماذا يحب زوجك وماذا يكره والأمور ستمشي بدل إذا تفرض رأيك وهو يفرض رأيه وهو يجب كديسة بحى وهو يلكشره ووشك لا 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 لاها الحكاية حقوق وواجبات إعرف ما لك وما عليك تستمر الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى نخرج فاصل إخواني وأخواتي ونعود إليكم فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا بارك الله فيكم نعينا إليكم مجدا إخواني وأخواتي وما زلنا نواصل في المشكلات الاجتماعية للزوجين ووقفنا في المشكلة الرقم 20 الصراع على القيادة ورأينا زوجة القاضي شريح رحمه الله تعالى هذه المرأة المؤمنة المثقفة إن صحت العبارة يعني التقية الورعة وكيف وضعت لنا منهج للأزواج ينبغي أن يسيروا عليه فبدل الصراع على القيادة منور القوي ومنور عنده القيادة كده لا أبدا كما قلت الناس تعرف الحقوق والواجبات وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ستسير هذه السفينة السفينة الحياة الزوجية وتخرج إلى بر الأمام بإذن الله سبحانه وتعالى طيب رغم 21 من المشكلات الاجتماعية للزوجين عدم مشاركة أحد الزوجين الآخر في هواياته من الأزواج من يهوى لعب الرياضة بمختلف أنواعها سواء كانت كورة أو كورة تينيس أو رياضة المشي المهم بعض الأزواج قد يهوى لعب الرياضة كما قلت بمختلف أنواعها ومنهم من يمير إلى السياحة عفوا السباحة طيب النوع كمان بيسبح وهكذا ومنهم من يحب القراءة سواء كانت قراءة الكتب أو قراءة المجلات طبعا هذا بما يوافق الشرع يعني المهم هوايته أنه القراءة لكن نجد المرأة لا تحب ذلك ولا تحبذه المرأة المعتقد كل dedicate رياضة ولا تقول BC ويأليتها تكتفي بذلك يريتها المرأة اكتفت أنها ما تحب الرياضة أو ما تحبها وما تحبزها وكذا يريتها تسكت لا 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 في بعض النساء أو الزوجات هي لا تحب الرياضة ولا جيد زوجها ولا يشاركوا ويأريتها سكتت تجدها دائما تنتقد وتعترض وتحاول أن تصرف زوجها عن ميولي وهوايتي تقول لك يا أخي الناس في شنو يتفشل كورة يا أخي أسد الزمن تضيئ يا أخي توقتك المهم تقاها تنتقد وتعترض وتحاول تقول له يا أخي الناس في شنو يتفشل كورة شنو يا أخي سباحة شنو يا أخي رياضة شنو يا أخي وهكذا ولذلك على الزوجة أن تعلم أنها بمجرد مشاركتها وحبها لهوايات زوجها تقترب منه أكثر شوف دائما المرأة لما تحب هوايات زوجها وتحبها وتشجعه عليها هي بلا شك أنها تقترب منه وكذلك من الأزواج من لا يهتم بهوايات وميول زوجتي ما عندما أي شغلة يعني بعض الزوجات ربما تجدها تحب الرسم مثلا أو تحب الخياطة مثلا أو بيسموها الحاجات دي لكنه لا يشجعها ولا يعينها ولا يدعمها لا معنويا ولا ماديا تقول لي يا فلان والله أنا ممكن أعمل الحاجات دي وأعملها جوالبيت بس فقط أدينه وقول لازر هوي أنا ما عندي لك أي حاجة عليك لما تعملين نزلنا في رأسنا يا أخي يا أخي ما عندي بك شغلة يا أخي فلا هو يعينها ولا يشجعها ولا يساعدها ولا يدعمها لا ماديا ولا معنويا طبعا هذا خلاف السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يشجع زوجاته أو زوجاته عليه الصلاة والسلام ويحترم ميولهن هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها خاصة إذا كانت زوجتك صغيرة الواحدة يقول لك داري واحدة صغيرة ربيعها على يدي ها أنت تتحمل داري عندها تبعات بمناسبة داري واحدة صغيرة عندها تبعات داري واحدة صغيرة أمرها أربع طهر السنة سبع طهر السنة طبع طهر السنة هي ما زالة صغيرة لا شك عندها هوايات وعندها ميول تحتاج أن زور شنو يصبر عليها أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تحكي هذه القصة قالت كنت صغيرة السن لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة قالت خرجت ذات يومي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة وقال فجينا إلى مكان فقال لي يا عائشة تأخري اتخيل الناس ما شير لشنو لجهات بيجاهد شنو بيجاهد الكفار شايلين سيوفهم أمنا عائشة رضي الله عنها القرعة وقعت ليها يعني نفسه سلم كان لما يريد سفر بيقوم بيعمل قرعة بين زوجاته الوقع عليها ده تمشي معه فكان القرعة وقعت لأمنا عائشة وخرجوا ماشيين مع الجنود والصحابة رضوان والله عليهم الجولة يمحل كده قال نفسه سلم قال لأمنا عائشة اصدأخري يا عائشة انتظري شوية قال للجيوش أو للجيش الناس المعاو قال لهم تقدموا لما الناس ماشيوا لقدام قال لا يا عائشة هيا بنا نتسابق والله ده ما لسي واحد من الشجوخ ديل تاني زور يصلي وراه وما فيه قول لي يا مولانا الناس فيشنو الناس ماشي لي الجهاد وكده هيا تتجيني مع مرة يا شيخنا يا أخي عمد عمالة واضحة كده يا أخي ما ممكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هيا بنا نتسابق قال أمنا عائشة فتسابقنا فسبقته لأني كنت صغيرة السن لم أخشى اللحم بعد يعني ما كبر جسمها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وما كثور لحمها يعني كان الصغيرة ونحايفون قال فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فمرت أيام فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي نسة الموضوع ذلك نسة وهذا بما يدل على أن الأمر كان باستمرار مش مرة واحدة كده وخلاص زي ما بيعملوا الشباب بداية الزواج لا إله إلا الله تلقى ماسك المال من يده وماشي وبراحة وكده النوم الشهر الأول الشهر الثاني يا فلاح حفرة وقول لي ما بدعيني يعني ما بدعيني إنتي فكان مستمر رضي الله عليه الصلاة والسلام مع زوجاتي فقال لها يا عائشة هيا بنا نتسابق قالت فتسابقنا فسبغني يبقى هي كبرات وكده رضي الله عنها قال فجعل يضربني على كتفي ويقول لي هذه بتلك قال لا دي بالزمان قلت تفوتيني فيها يا السلام هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها تحب مثل هذه الأمور بل في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنا أقول لكم لا بد أخوانا زول يحترم هوايات وميول الآخر الزوجة تحترم ميول زوجها وتحترمه وتقدم والزوج أيضا يحترم ميول زوجتي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يوم عيد يلعب السودان فيه الحديث في البخاري طبعا في رواية أخرى الأحباش يلعبون فيه لكن في هذه الرواية والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال كان يوم عيد كان يوم عيد يلعب السودان بالدرعي والحراب قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال لي تشتهين تنظرين يعني إما قالت إما نصع سلم أنا سألت النبي قتال رسول الله عنه أريد أن أنظر وإما النبي عليه الصلاة والسلام لما رأىها قال لها تشتهين أن تنظرين إلى أهل السودان وهم يلعبون بالحراب أو الأحباش وهم يلعبون بالحراب قالت نعم والحديثة في البخاري رحمه الله تعالى أصح كتاب بعد كتاب الله يجل وعلا يعني لما يقول لك الحديثة في البخاري مضحك راسك صحيح مية في المية قالت فأقامني وراءه وخده على خدي يعني شالفه ظهره كده يبقى المحل عالي شوية كان إنا ما يصع سلم وقف يتخيلوا إنا ما يصع سلم وقف قالت فأقامني وراءه وخدي على خده عليه الصلاة والسلام وهو يقول دونكم بني أرفدة وأمنا عائشة تنظر رضي الله عنها وأرضاه أمنا عائشة على ظهره واضعة خدها على خد النبي عليه الصلاة والسلام وهي تنظره والنبي عليه الصلاة والسلام واقف واقف وأطال الوقوف بدعاين وكذا وهي ولا جاء بخبر كان الصغير رضي الله عنه بدعاين وبدعاين وبدعاين قال يا عائشة حسبك يا عائشة خلاص يعني خلاص قام باقي يا أخي ما خلاص حسبك يا عائشة قالت نعم يا رسول الله خلاص أنا خلاص انتهت قال لها إذن اذهبي نزل وقال لها إذن اذهبي يا سلام بالله عليك أسده واحد يا ملا يقول لها يا زولة ما نصح يا أخي والله مش شايف لي ناس مش شاء الله بيلعبوا بالسيوف والحيطة طويلة شوي عليك يرفعني يقول لها منه أنا أنا أرفق وخليك ودعايني الناس يقول عني شنو والله المشكلة الناس ما يريحوا اللي والجيران شافوا والله ما حلوات ساهم والفيسبوك ده لا حول الأقل رجل يحمل زوجته ومات المهم يألفوا كلام من عندهم والله يلابساه خاتم يا زوج الحكوم ولا بلاش المهم ما بيريحوك المجتمع زاده أصبح ما بيساعد دي المشكلة تعال أدخل على جارك وتلقاهوه ينظف في البيت يقول لك يا شيخ ناي المرأة ما في شو لشو والله ما لك قاعدة يا أخي بس دايرة ساعدة وكيدة تساعدة تنظف البيت يقول لك من الليلة دايرة تتقل عليه ولا تتقل عليه يا زول ليه بكرة حشان تتقول ليه تنظف مع أنه دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقوموا البيت شنو يقوموا البيت يعني كانوا ينظف البيت كانوا يقوموا بيته ويحلو شاته ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام يا سلام يبقى من المشكلات من المشكلات الاجتماعية للزوجين أيها الإخوة والأخوات لابد من احترام ميول وهوايات الزوجين بقي معنا كثير من المشكلات لكن عندنا أيضا كثير من الأسئلة ما بقي من الوقت إن شاء الله تعالى نحاول نجاوب على بعض الأسئلة أنا دائما الأخوان بيزعلوا بيقول لي في نازحة رسلنا لسينا دي ليها يا أخي شهارين وثلات لكن البراية كله ما بدأ الكلام ذلك يعني بعض الناس ما يبالغوا كمان يقول لي نزلنا لنا شهارين لا أبدا ما شهارين ما شهارين لكن نحاول بقدر الإمكان إن شاء الله وتعالى نحن نعتذر في الأولا وبعد ذلك إن شاء الله نحاول نجاوب على هذه الأسئلة إن شاء الله طيب السؤال 21 يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سالم طالب منك الدعاء لي وليخواني بالزواج أسأل الله أن يوفقك يا أخي أسأل الله أن يوفق وأن يعينك وأن يسر أملك يا رب العالمين السؤال الثاني والعشرين يقول أنا زوجي تزوج علي وأصبح لا يهتم بي ولا بأولادي ولا يهتم لأمري وأنا والله أعلم أن زوجة زوجي الثانية قالت أعلم أو أشك أن زوجة زوجي الثانية تغوم بأعمال شيطانية أصبحت الزوجة الثانية هي كل ما يملك وأصبح يقصر في حقي وحق أولادي أصبحت مريضة أذهب إلى عشرات الدكاتر ومرة التهاب ومرة ما عارف وتكيل وكذا ومرة ميلان في الرحم وأخذته كمية كبيرة من العلاجات لأن زوجي أصبح يتجاهل كلامي وأحيانا نكون في نفس البيت ليوم كامل لا يكلمني ولا كلمة واحدة وأحيانا أيام وأيام لا يسر عني وهو موجود معي حتى في الفراش لا نلتقي أيام وأيام وهو يهجرني والله المستعان لا حول لقوة إلا بالله لا حول لقوة إلا بالله يا إخوان دائما أنا أقول الزواج الثاني أو الثالث يبقي أن لا يكون على حساب أولى بعض الناس يريد أن يتزوج يريد السعادة لكنه للأسف يقع في الشقاء من حيث يدري أو لا يدري ما يعني أنك تزوج الزواج الثاني أو الثالث وأنت تترك الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن يقول لك لا يكلمها معنى الكلام بقبل الزواج لا حتى هي قالت أنا أشك أن زوجة الأولى تقوم بأعمال شيطانية لأنه أصبح كل تفكير مع الثانية يا زل بأي عقل هذا الله بيسألك يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام من كانت له زوجتان فما لإلى إحداهن ما لدش ما لإلى إحداهن ما لأ قال الملت كده يعني ما ملت بتعاملك وباهتمامك جاء يوم القيامة وشقه مائل جاء يوم القيامة وشقه مائل لا حول ولا قوة إلا بالله عشان كده منوضوع التعدد ده عشان كده ربنا قال وإن خفتوا ألا تعدلوا فواحدة تعدلوا بعض العلماء المتشددين قالوا ينبغي للزوج شوفوا شوف دي من شدة من شدة يعني الحرص على العدل قال ينبغي للزوج أن يحدل حتى في القبل حتى في الابتسامة لا حولوا ولا قوة إلا أنا أقوم عيد يعني أشوف دي مني كم مرة أمش أضحك مع دي كم مرة داء بالمناسبة من شدة المبالغة أنه لابد من لابد من العدل ولذلك تهجر هذه ولا يعني تكلمها عدة أيام حتى في الفراش والله يسألك الله سبحانه وتعالى وصدقني والله لن تجي السعادة لا مع الأولى ولا مع الثانية وإنت ظالم هذا الظلم والله جل وعلا حرم الظلم على نفسي في الحديث القدسي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم ظلمات يوم القيامة لا تظلمن إذا ما كنت مختدرا فالظلم عواقبه تأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه مظلوم لهينة زوجتك صحبك جارك تنام عيناك والمظلوم ينتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام فأنا أقول لهذا الزوج عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله ولتعلم أن الله جل وعلا سائلك يوم القيامة السؤال الثالثة العشرين يقول أنا متزوجة متزوجة قريب وقريب ليس ستة سنة وبكتشف أنه الزوجي عنده علاقة مع بنات وعندما هو واجهه يكذب علي وأنا قاعدة وأنا قاعدة أقمض بالثابت الله مستعان أعمل شنو وما قادر أستحمل وضع ده طلبت الطلاق بس رفض والله مشكلة لا حوله لا أفوت الله بالله مشكلة مشكلة يا أخواننا أخواننا ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز لما نقول ما يجوز يعني حرام أنك عندك زوجة طيب وتمشي تعمل علاقات محرمة مع النساء ما يجوز يا أخواننا كلام ده ما يجوز وأنا برضو أقول لأختي برضو ما يجوز لأنك تطلب تطلب الطلاق لمجرد هذا الأمر أنا أقبض بالثابت نحن مع الكلام تفتش التلفون دي برضو من المشكلات اللي بيقعوا فيها كثير من الأزواج يعني الزوجة أول ما شكت أنه زوجة كده تقوم بس بس يلقى فرصة يخلي التلفون وتجي تشوف الكلام عشان كده أذكر بعض فيوخنا قال يعني شو ده الزوجة الراجل ده إتي بس تلفون ده اشتغل به اتأكدت تمام مشكلة التلفون ده أصلا حتلقي حاجة ما ترضي سواء كان هو عمل قاصد أو من غير قاصد أصلا ما حتلقي حاجة ترضي وبالتالي أنا أقول ينبغي للزوج فيما بينه وبين الله جل وعلا أن يكون صادقا خلاص وطالما عندك زوجة بالحلال ما في داعي شيء بخليه تمشي تعمل علاقات محرمة وإلا إن كان ولابد يخلي مش الزوج الزوج عديل وده ما تحريض يعني ده ما تحريض لكن إياك أن تعمل شيء محرم في غير إطار الشرح فإن الله جل وعلا يسألك عن هذا الكلام فأنا أقول للأخت هذه يصبي لي إن شاء الله وتعالى وأدعي له يا أخوان إحنا دائما بنشتكي أخواتنا الزوجات يقول ليك كده وكده يا أخي بدل إيدي كل مرة تفتش تلفون وتعمل والتابع وتتجسس عليه يا أخي صلي رقعتين وارفع الدينك لأله أطوم من الله القلوب دي بينه من أصابي الرحمن يقال لي وكيف يشاء أدعو لزوجك بالهداية أدعو لزوجك نرجع إلى صوابه فإن الله جل وعلا كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين فنقول ما تطلب الطلاق لهذا السبب والله جل وعلا يحاسبه فإنت عليك تصبر إن شاء الله وتوجهي بالتي هي أحسن طيب السؤال الرابع والعشرين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاك طيب نخلي الاسم بيقول أنا يا شيخ سالم زوجي بيضربني ويسب لي الدين لا حول الأقوة إلا بالله لا حول الأقوة إلا بالله ويقول لو خيروني بينك أنت أول موت أختار الموت ولو تبرجت له يقول لي أنت شيطان قايته أنا من كل كلامه ده لقيته خيني مع وحدة تانية وأنا حامل تسعة شهور وعندي برضو خليك من أسماها عندها ولدين كذا وكذا قال ولما اكتشفت أنه عنده علاقة مع وحدة تانية طلبت منه الطلاق قال لي طلقانة ثلاثة مرات يعني ما ألمس موبايله وإذا لمسته قال لي طلقانة وللأسف الشديد أنا لمسته وأسي حاليا يا شيخ سالم حياتنا اليومية بيقت كلها مشاكل وأنا قررت أنه بعد الولادة ما أجي بيتي تاني رايك شنو بتنصحني بشنو وحقيقة أقول ليك وأنا والله بريد شديد بعد ما نفترق ما حتزوج لأنه هو الأول والأخير عليك الله وخصمتك بالله العلي العظيم تقرأ رسالتي دي لأنه يمكن بقراءتك لها تغير مصير كل واحد فينا وشكرا جزيلا منك جزاك الله خير الله المستعن الله المستعن شوف يا أخوهنا شوف من الأشياء العلم اختلفوا فيها على الإطلاق سب الدين شوف أيزوا سب الدين خارج من الإسلام جملة وتفصيل ده كلام العلم واصلا ما اختلفوا فيه اختلفوا بتارك الصلاة هل هو كافر ولا ما كافر اختلفوا معارف زول قال لمرة تنتي طلقانة بالثلاثة هل بيقع طلقة وحدة ولا بتقع ثلاثة طلقان لكن أبدا ما اختلفوا فيه سب الدين على الإطلاق شوف أنا لو كانت سبب واحد بس كونه يسيب ليك الدين أنا أقول لك ما فيش ما خليك تقعد معا زور يسيب الدين ويقول لها لو خيروني بينك وبين الموت اختار الموت طيب ليس زولت من الأول ليس زولت من الأول قالت لو لو لبست له زي ما هي ذكرت أنه قصة بالتبرج يعني تلبست له يقول لها ما عارف اتي شيطانة يا زور يعمل لك شو يتا يعمل لك شو وبعده كله سبل الدين وللأسف هي قالت هي بتحبه وهذه المشكلة دي مشكلتنا الواحد يقول لك والله أنا الراجل اللي بحبه ما بصلي طيب يا أخي خلاص زور ما بصلي ما ينفع والله يا شيخنا أنا بحبه بعدم صلاته دي هاي دي يسب الدين يا إخوانا لا حولوا الأقوة إلا بالله طيب الأولاد يطلعوا شني يعني يطلعوا صالحين يطلعوا حفظ القراءة الكريم يطلعوا مواظمين على الصلاة وإنت بيسب الدين أنت أبوهم أنت القدوة أنت الأسوة بالنسبة لهم أنت المثل الأعلى بالنسبة لهم وبيسب الدين لمنوا لأمهم وبعده نشتكي من ضيقة العيش ونشتكي من المشاكل يكفي يا أخي تسب الدين آي ما تعيش ولا يوم واحس سعيد في بيتك يخليك من كده لو زل دخل بيته ساقت ما قال بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقال المشكلة بتدور من غير أي سبب ليه تعارفين لأنه دخل بيته وما سمى الله الشيطان قاعد قال أول ما جاء دخل البيت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل الرجل ولم يسمي الله ولم يسلم على أهله قال قال الشيطان ضمنتم المبيت يقول لناس المعاه المبيت تبضي منته قال فإذا وضع الطعام ولم يسمي يقول لهم ضمنتم المبيت والعشاء معا عشان كده من السنة الرجل الأول جاء داخل بيته يقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى لو البيت ده ما فيه وزر كما قال بصلاة السلام لوحنا الصحابة إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك فيا إخوان أنا أقول لهذا الرجوع ياريت لو بيشاهدنا الآن ياريت لو بيشاهدنا الآن عليك أول شيء أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى أول شيء أن تتوب إلى الله ترجع إلى الله من سب الدين سب الدين ده كفر عديل تسب الدين الله المستعان الله المستعان وبالتالي إحنا بقي دقيقتين إن شاء الله أنا أقول وأنصح هذا الرجوع أول شيء أنا مدر أخوض في مسألة هل الحلف بالطلاق بالتلاتة قال أنت طلقانا بالتلاتة هل بيقع بتقع ثلاثة طلقات ولا طلقة واحدة الراجع عندي والله تعالى جلو أعلم الراجع أنه بتقع طلقة واحدة انتهينا مننا قال ليه هل لم يستي التلفون انت طلقانا قال ما شهد اللي يبستو شوف العناد يعني طيب بعد في المزاهب الثلاثة بيقع الإمام مارك والشافع وابو حنيف عنده شفت دبسمو الطلاقة المعلق المشروط خلاص لكي عند الإمام أحمد رحمه الله أبنه تيمي من القيم وغيره بيقول نرجع للزوج هل انت قاصد تهدده ولا تخوفه لو قاصد قال أهدده وخوفه الطلاق ما يقع وعليك تقيم عشر مساكن أو تقسمه وتقسمه ثلاثة أيام أنا مولد أن أدخل في باب الفتاة لكن أقول أول شيء أنا أنصح وأختم أنصح للأخذة بثلاثة أمور الأمر الأول أنك تتوب إلى الله أول شيء تتوب إلى الله ترجع إلى الله تسلم لله طيب من سبب الدين الأمر الثاني عليك أن لا تهدد زوجتك بأي شيء لو يتفعلي طلقانا الطلقان بالثلاث لا عليك أن ترجع هذا الأمر الثاني عليك أن تحسن إلى زوجتك فإن الله جل وعلا أمرنا بذلك قال الله سبحانه وعاشروهن بالمعروف قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم بهذا أكون وصلت إياكم إخواني وأخواتي لختام هذه الحلقة أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم على أمل إن شاء الله تعالى أن ألتقيكم في الإسبوع القادم إن مدى الله جل وعلا في أجالنا الشباب الذين صحبوكم في هذه الحلقة أشركوهم في دعائكم بأن يوفقهم الله جل وعلا أن يمتعهم بالصحة والعافية وصل ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر